أبا شو أعتقد من إيه أبض من إيه وأنا بأبض من جيبك ده عامل في الدولة إيه اللي بيجرى ده يا جماعة ففرصة مرة وانسان فورول نسمع حد جاره إنه يتكلم من جوة مجلس سدارة الزمالك شهد تصريحات رئيس ناد الوداد بعد انسحاب الناد الأهلي من النهار أولو تعليق من محمود الخطيب على قرارات الكاف ضد الناد الأهلي السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا سحب على ميت جوال 14 برو ماكس وسحب على ميت ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة شهد تصريحات رئيس ناد الوداد بعد انسحاب الناد الأهلي من النهائي وأضاف عمرو أديب أن الناد لا يعتبر ملك أبوك يا مورتدا منصور ويجب عليك أن تنظر للأهلي الذي يمتلك مجلس إدارة وليس نادي مورتدا منصور وأبنائه مع ضرورة أن تنظر لطريقة تعاملك مع أعضاء النادي خاصة أن الخطيب والعمري فاروق مرتجة لا يقومون بمثل يفعالك وأنهى خلاص يزهئنا وعايزين نعرف اللي بيحصل في نادي الزمالك ويجب أن تنتهي تلك الحقبة السوداء لينهض الفريق على مستوى كافة العام الجمعية وكذلك الفردية ورد سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك على سؤال هل مورتدا منصور مسنود موضحا أن النادي الأهلي لديه عقد رعاية أكثر لأنه أكثر استقرارا من الأبيض ورد سليمان وهدان على سؤال هو مورتدا منصور مسنود معلقا بكل تأكد هو مسنود ولو ما كانش مسنود ما ينفعش بأرئيس نادي وهو له علاقات واتصالات مع جهات ومؤسسات مثل ومثل الخطيب وأنا مش عادر أجاوب على سؤال من قوانب أخرى أول تعليق من محمود الخطيب على قرارات الكاف ضد النادي الأهلي هاجم العلامي عمرو أديب رئيس نادي الزمالك المعزول مورتدا منصور ونجلي أحمد وأمير وقال أديب خلال برنامج الحكاية عبر فضائية MBC مصر مساء السبت أن نادي الزمالك أصبح صندوقا مغلقا ولا نعرف شيئا عنه متابعا مش عارفين حاجة عن الزمالك والنادي بقى صندوق مغلق في بيت مورتدا منصور ولاده النادي ما ينفعش يتساب كده وأضاف أن نادي الزمالك في مهب الريح مشيرا إلى قضية شكابالا والنادي سبورتيك لشبونة والتي تهدد النادي بالإيقاف وأشار أديب إلى أن نادي الزمالك هو ملك الدولة وليس ملك مورتدا وأبنائه متابعا كل شوية أقول لك أنا ماشي وشوف نادي الزمالك هيكل من هنا ليه هو أحنا بنأكل من بيت أبوك والنادي مش له داخل ورعاية ومش ملك مورتدا وأبنائه زهيئنا بجد عايزين نعرف إيه الحكاية شاهد تصريحات محمود طهر عن انتقال رمضان صبحي رسميا إلى الأهل ترددت أمباون بشن رغبة رمضان صبحي لعبو برامتزة في العودة إلى الأهل المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ورغم عدم وجود ما يشير إلى نيات للرحيل عن برامتزة إلا أن تقارير إعلامية مصرية كشفت رغبة رمضان صبحي في العودة إلى الأهل والاعتذار للنادي بعدما رحل عنه قبل عامين واستحالة من الجدل وفي ظل التكهنات المثارة حول مصيره كشف إكرام الشاحات نجم الأهل السابق ووارد زوجة رمضان صبحي عما يدور في عقل لعب برامتزة وكيف يفكر بشأن مستقبله مع فريقه الحالية وقال سير رمضان صبحي في تصريحات لقناة MBC مصر ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول إبلاغ رمضان صبحي المقربين منه برغبته في العودة إلى الأهل أو نياته إصدار بيان للاعتذار للنادي كذب وأضاف رمضان صبحي سعيد في برامتز ويشعر بالراحة في الوقت الحالي مع الفريق أما بالنسبة لي فقد كشفت أكثر من مرة أنني أتمنى عودته للأهل مرة أخرى وارتبط اسم رمضان صبحي بالعودة إلى الأهل بعد مباراة كأس السوبر المصرية كما انتشرت شائعات حول رغبته في الاعتذار عن عدم موافقة على العرض النادي قبل رحيل لصفوف برامتزة وذلك من أجل إرضاء مسؤولي الأهل للعودة لصفوف الأخير بالموسم الجريدة وشارك صاحب 26 عام في مباراة فريقه أمام الأهل بالسوبر المصري مؤخرا الذي حسمه المارد الأحمر بهدف التونسي على معلول في المباراة التي وقمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يذكر أن برامتزة لم يتوج بأي لقب منذ تأسيسه وهو ما استمر رغم تدعيم صفوفه بأكثر من لعب على رأسهم رمضان صبحي أول تعليق من مرتضى منصور بعد خبر عودة رمضان صبحي إلى الأهل وجه مرتضى منصور إيسو نادي الزمالك الصابق رسالة النارية إلى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وقال مرتضى خلال فيديو نشره على صفحتي عبر موقع تواصل اجتماعي فيسبوك النادي الأهلي هو اللي بيختار الحكام وعلى رأسهم أحمود البنة اللي بوز مباراة السوبر ومنحه اللقب على حساب برامتزة ووصل الأمر لمعلق المباراة فالهلي يختار محمد الكواليني وأيمن الكاشف للتعليق على مباراته ووجه مرتضى منصور رسالة إلى حازم إمام قائلا انت فين أنا لو منك في ظلم وقع على الزمالك الصقيل لأن ما يحدث مسؤوليتك لأنك مسؤول عن الكرة في اتحاد الكرة شاهد تصريحات محمود طهر عن الخطيب والنادي الأهلي كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سبب رفضه للظهور فرجانيساسي عبر قناة القلعة البيضاء موجها عتابا لبعض جمهور النادي الذي ينتقدوه في الأونة الأخيرة وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته على اليوتيوب فرجانيساسي كان متواجدا في مصر ومن المفترض أن يظهر في قناة الزمالك ولكنني رفضت هذا لأنه حال إشهدته بنا سيقال أنه يقول هذا بسبب ظهوري في قناة الزمالك وأكمل فرجاني ظهر في قناة صد البلد التي تضم عدوا لي وهو أحمد موسى وعقب اللقاء تم الإساءة لفرجانيساسي ودولة تونس أنه أشهد به وهذا الأمر زاد عن حده وتابع بعض الأشخاص الذين يمثلون تشجيعهم للزمالك ويعطون نصيحة أريد أن أعرف ما هي مؤهلاتهم وخبراتهم في الرياضة وأرغب في معرفة ذلك لكي أعلم من الذي أتعامل معه أول تعليق من مرتضى منصور على تصريحات محمود الخاطيب ضده وجه مرتضى منصور رسالة إلى وزير الشباب ورياضة أشرف صبحي على خلفية العديد من التصريحات من مسؤولي وعلامي قناة الناد الأهلي المستمرة ضد الزمالك وتسانى مرتضى منصور عن تحركات وزير الرياضة تجاه ما يحدث في قناة الناد الأهلي من تجاوز مستمر ضد ناد الزمالك متسانا هل وزير الرياضة ليرى هؤلاء ويرى فقط مرتضى منصور عندما يتحدث إلى الجمهور وأكد مرتضى منصور رئيس ناد الزمالك السابق أن بعض الصفحات المنتمية للزمالك تهاجم مجلس الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي وقال منصور خلال الفيديو نشره عبر صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هناك بعض الصفحات تهاجم مجلس الإدارة والجام يعلم أنهم ليسوا من جمهور الزمالك الحقيقية هؤلاء قل لا يعبرون عن جمهور الزمالك واضاف المجموعة التي تواجم مجلس إدارة الزمالك طالبت من قبل بالتعاقد مع فريرا ثم طالبت برحيلة ونفس الأمر مع وسامة نبيه وانتقدت محمود علاوي لسف أوباما وزكريا الوردي والآن عزان مشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرأيكم في التعليقات هل سيفوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام أم سيفوز نادي الوداد لا تنسوا أن تشاركونا بأرأيكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي